ده يا أغاني أنت مختصة في الأغاني التراثية وعودت كثير من الأغاني حكي لنا على هذا التوجه الغنائي نادية كما معروف لي عرفوا نادية قرفي كانت بداية هي قبل برنامج ألحان وشباب ولكن البداية الحقيقية كانت في برنامج ألحان وشباب اللي فيه كنا نغنوا عدة طبوع ولكن وكأنه تم اكتشاف نادية قرفي أني نأديه للطابع الشاوي أو الصراوي أو حتى السطايفي يعني بتريقة جميلة يعني خير من الطبوع أخرى فبعد ما خرجت من هذا البرنامج يعني بعض السنوات من بعد قررت أني نتخصص في هذا النوع الموسيقي أو الطبع الموسيقي فروحت يعني حبني بزيف الجمهور في الأغنية التوراثية وخاصة أغاني زوليخة وتلجا صبر رشراش كذلك صحيح يعني حبني الجمهور في هذا النوع من الأغاني فلما قررت أني نخرج حاجات للجمهور رحت لهذا النوع الموسيقي كين وين عاودت أغاني توراثية وكين وين مثل ما شفنا في هذا الشوية اللي شفناه هما أغاني دياولي هادو يعني مش أغاني توراثية كانت غير نتاية وكانت هي أغنية شوية باللهجة باللهجة الدارجة وكين العمار يقول لها أغنية شوية باللهجة الشوية حنا كنا نهضر على أغانية توراثية نتكلم أكيد حول مسؤولية إعادة أغنية من التوراث هي حقيقة الفنان دي حاجة سهلة أنه يخدم حاجة جديدة كأنه يعاود حاجة من التوراث لماذا؟ لأنه تخافي تسقطي في هاديك تعا أنك ما تمديش حق الأغنية هاديك وخاصة إذا كانت أغنية ناجحة في زمانها مثلا الأغنية في الستينات أو في السبعينات وبتروحي أنت كما يقولون تدني لها وما تعطي لهاش حقها هنا تولي سقطة للفنان لهذا هي أمر صعب ولأنا خدت فيها هذه التجربة ولكن الحمد لله نقدر نقوله نجحت شوية طيب أنت تحدثت وقلت أنه الأغنية الشوية والثورية وكذلك الصيفية نروح ونشوف كذلك أغنية أغانية تورية اللي أغنيتهم من بين أغانية تورية سبعية أنا يعني عندك عام اللي خرجتها الأغنية أنا يعني ذوقي الخاص شفت أنه الأغنية جميلة جدا خاصة مع الأفواع الشاوي كما يقولون نحن نسمعها سبع أيام لنيدى نادية قرفي أكيد أنه أغنية نجحت فيها خاصة أنه عاودت حييتها من جديد لكن عندي فقط سؤال حول كلمات الأغنية كلمات الأغنية تعزمان ما تستعودش صحيح الأغنية الثورية من أصعب الأغاني في المجال الفني لأنها ترتكز كما قلت على الكلمات ومثل ما كنا نحكيه في الكواليس الكلمات تعزمان وحدهم يعني علاش كلمات الأغانية تعزمان شابين وخاصة الأغانية الثورية لأنهم واكبوا الحدث واكبوا الثورة يعني كما يقولوا خرجت من القلب يعني هذا الفنان أو الشاعر يكتبوا هذه الكلمات يقولهم مسكين من الحرقة يعني يرغوا عايش في هذه المعركة وقلبوا يقول هذه الكلمات لهذا تكون كلمات صادقة وأغنية سبع أيام قصة هي أغنية هي طيارة صفرة يعني معروفة في هي أغنية تعزمان معروفة يعني وعود تحييتها لكن بطريقة معسرنة الطيارة صفرة أغنية أخرى نعم نعم هي أغنية أخرى سبع أيام هي أغنية ثانية واللي معروفة يقول لك جينا من عين مليلة كان يقول اسمحي لي يا أمي ما ولكن نحن مع فريق العمل اللي نخدم معاه وخاصة مدير أعمالي سيد مهدي العثماني قال لي نخيره لها عنوان خاص خيرنا سبع أيام وهذه الأغنية كانت في الحقيقة أغنية ما عندهاش موسيقى هي تغنية فقط أهازيج مجرد أهازيج فقط وأنا كنت سمعتها ككامل الشعب الجزائري من عند عمي بوغرا اللي هو مجاهد وإنسان كبير في السن اللي نحترموه ونحبوه بزاف وحبيت هذه الأغنية بالصوت نتاعه وكان الاقتراح من مدير أعمالي مهدي العثماني قال لي لما لا يعني هذه الأغنية نعطولها روح جديدة ونخدموها وكنت طبعا خديت هذه الفيديو تعمي بوغرا وبعتها للأستاذ توفيق عامر اللي نحييه من خلال قناة النهار الماسترو توفيق عامر بعتها له وقلت له يعني واش تقول له في هذه الأغنية الحقيقة في الأول قال لي ما فهمتش الكلام قلت له يعني هذا الهدف تعناه من الأغنية أنه نفهمه الكلام للناس فحاولت نفهم الكلام من عند عمي بوغرا وكتبت له الكلمات بعتهم له وعطانا هذا التحفة اللي نشكره عليها بزاف أكيد توفيق عامر نستذكره فقط من هذا المنبر هو من بين يعني ليزا غونجو من بين الميزيسيان يعني الأكتر الموسيقيين المعروفين اللي خدم يعني مع فنانين كبار والآن على ما أظن راهو أنا نخدم معاه يعني شو نقول باللي كامل هذا الأغنية اللي راهو يسمعهم من عندي للجمهور 99% منهم الحان والتوزيع انتعوكين حتى كلمات الكلمات انتعوك كذلك هو كذلك يكتب الكلمات نعم نحييه أكيد توفيق عامر إذا نديا قرفي من الأغنية الثورية هي تعتبر أغاني ملتزمة ليس كذلك لكن منتيح بحد ذاتك ما نصنفكش في الأغاني الملتزمة بما أنك تغني أغاني تراثية وأغاني كذلك العصرية صحيح كاين يقولين تأدي الأغنية الملتزمة من بين الأغاني اللي نغنيهم أنا الأغنية الملتزمة والأغنية الوطنية يعني خاصة ما زال ما غنيتش أغنية دينية ما سبق ليش يعني غنيت أغنية دينية ولكن الأغاني الوطنية فقط عندي منهم خمسة كي ننزوج من التراث الجزائري اللي هي كما شفنا سبع أيام أغنية من التراث وكذلك أغنية قداش عانات الجزائر اللي كان إنتاج تحى التلفزيون الجزائري وهي كذلك أغنية من التراث الجزائري وعندي ثلاث أغاني أخرى كيف كيف كي ننزوج منهم إنتاج التلفزيون الجزائري اللي هي عرصة البلدان من كلمات وألحان محمد صيفي وكذلك لورا سينوغ اللي كانت كذلك بمناسبة الاحتفال بستينية الاستقلال واللي هي من كلمات الأستاذ حركات عبد الكريم حركات ودائما ألحان وتوزيع الأستاذ توفيق عامر وكي ننزوج أغنية اللي غنيتها في 2018 على ما أعتقد اللي هي من كلمات وألحان شيخ رضا وتوزيع توفيق عامر اللي هي الأغنية بعنوان ألف يعني باش شوفي باللي عندي خمس أغاني وطنية وهذا الشي أنا نشوفه باللي زيادة فيها يعني زادني شرف هاد ستيل هذا لا يعني أني نغني فقط الأغنية الوطنية لا نغني الأغاني التورطية من نوع أغاني عاطفية مثل يعيني نوحي اللي لقى ترواج كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي حبوها حتى الجمهور العربي حبها بزيادة ما تشوفيش أنه الأغاني الوطنية بصفة عامة يعني لا تستنف يعني من بين أغاني كوميرسيال كما يقولوا أغاني تجارية هل هاد الشي يعوق الفنان خاصة فنان الشاب؟ شوفينا عندي زوج نتاعي اللي كذلك نحييه من خلالكم اللي هو الأستاذ نوردين قشو دي يقول لي نادية هذا خيار ستان شواء دي ما يقول هالي يقول لك خيري دوك أنت خيري دوك هذا المجال الواسع طويل وعريد دوك أنت خيري أسكو تحبي تخدمي حاجة فنية اللي تقعد لك لحياتك أو تخدمي حاجات اللي كما يقولوا تسترزقي منها يعني الفنان اللي حوّس يخدم يعني على مداخيل مادية أكيد راح يروح أغاني تجارية والاتوسكية كوميرسيال هذا اللي يعني أنه نادية غرفي ما أداتش أغاني تجارية مثل أغنية جمرة وأغنية غير نتاية هما زوش أغاني كم حنقوله أغاني أفراح أو الراسي أو كوميرسيال نسموها كما نحبو ولكن فقط نادية غرفي تختار الكلمة عندي شي مشكل في الكلمات حتى ولو ندير أغنية تجارية نحب نخير لها الكلام يعني ما نغنيش أي شيء يعني أغنيها هكذا فقط زوش كلمات كيف يتم انتقاء الكلمات كلمات الأغنية خاصة أنه يعني باش تلقاي في وقتنا الراهن كاتب كلمات يعني يقدر يفهمك ولا يقدر ربما يكتب كلمات نظيفة هذا شيء صعيب في وقتنا الراهن صحيح هذا شيء صعب ولكن الحمد لله أنا محظوظة نقدر نعتبرها حظ يعني أنه عندي كتاب كلمات محترمين يكتبوا حاجات في المستوى ويعرفوا يعني يعرفوني أنا وش راني نحوس وكين عبارات لي ما نحبش يكونوا في الأغاني تاعي ما يكتبوهم ليش وكذلك في الحقيقة أنا ندخلي في النصص يعني صراحة كين حتى كلمات هكذا نقول له بول كلمة محترمة ولكن أنا ما نغنيها أنا ما نقولش هذيك الكلمة يقول لي يعني تدخلي يعني عندك الحق أنك تبدلي هذيك الكلمة في الحقيقة صحي يعني صعب الأمر أنك طيحية في كتب كلمات في هذا الوقت يعني يكتبوا المعنى المعنى القوي والكلمة الهادفة لكن لتجديد أغانية تراثية شي صعيب كذلك لأنه عصرنت الأغاني وكذلك الدخل عليها آلات موسيقية ربما تقدر تنجحي فيها وتقدري توفقي فيها كما تقدري ما توفقيش يعني كيف كيف تقدر يعني تنتقي هذي الآلات الموسيقية صحيح شوفي لما يكون عندك فريق عمل قوي تقدري تعتمدي عليه متخافيش وعلاش لأنه كي نعيدة محاولات قبل ما نخرج هذيك الأغنية للجمهور حتى نسمعها أنا يسمعها الزوج نتاعي لي هو كذلك خنان كبير وطبعا الأستاذ توفيق عامر ما يمدش أي حاجة يعني هو الحمد الله المستوى كما يقولوا خليني نقولها مستوى هار بزاف في المجال التوزيع الموسيقي والتلحين وهذيك يعني الأغنية قبل ما نمدها للجمهور حتى تتغرب تتغرب المليح مليح باش نقدر أنا نمدها للجمهور وكذلك هنا حاجة ربما ما حكيناش عليها في الريال اللي هي كذلك صورة دون ما ننسوش الصورة أو الكليب الكليب يلعب دور كبير في الأغنية خاصة في الوقت التاعنا هذا الوقت الحالي أنا نتعامل مع أستاذ جابر دياب يعني كما يقول أنا نسميه سيد الصورة كذلك لما تكون أغنية جميلة بكليب شباب ومحترم تاني توصل لقلوب الناس أكيد أكيد نادية قرفي نادية قرفي وشنا هي الرسالة لكي حابت مدها للجمهور وكذلك للشباب فنانين شباب لما حابين يلتحقوا لهذا المجال مجال الفني صيفة عمه حابين يلتحقوا شفي أنا أول شيء نمد رسالة كما قلت للناس اللي تحب تدخل للمجال الفني لازم تحب هذا المجال لماذا؟ لأنه متعب 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 كي نطيح في فترات منافسة اللي لازم تكون على قد مسؤولية الإنتاج متاعك المجال متعب بزاف لازم تحب هذا المجال وثاني دوركا ساديبان هذك الإنسان اللي حب يدخل هذا المجال وشنو الهدف متاع ومور هذك الدخول متاعه لهذا المجال قلنا كاي اللي عندهم هدف مادي كاي اللي عندهم هدف فني أنا نقدرنا نصنف نفسي ما علي عندهم هدف فني علاش لاني ما نش نروح بزاف للاغنيات التجارية ولاني نروح للاغنيات التراثية هاد الشي قليل في وقتنا الحال قليل قليل بزاف ما تشوفيش انه هاد الشي ريزك ربما ريزك ريزك اكيد ريزك ولكن عايش قلت لك الفو ايمي لما تكوني تحبي هاد الشي راح تلحقي قلوب الناس شوفي طولي ولا تقصريش في عنا سنوات و سنوات بديت سنة الفين في هذا المجال لكن وقتشنا دياجر في شوية نقدر نقوله شوية بانت العام لي فاتوا العام هذا يعني بش تشوفي يعني طولي ولا تقصري راح تلحقي قلوب الناس وكانوا في الدبيو كانوا يقولوا لي مثل ما راكي تقولي لي يقولوا لي هذا ريزك يعني انتي لي راكي تخيري الاغنية التراثية والاغنية القديمة ريزك ريزك بزاف وما ما قادراش بلك ما رايحش توصلي وهي اغاني مناسباتية مثلا الاغاني الثورية والا الوطنية مناسباتية يعني 1 نوفم 5 جوي يعني بينين يعني في خيط طول العام نقدروا ربما نشغلوا هاد النوع من الاغاني في مناسبات وطنية صحيح شاركتي نادية قرفي في ايام الوطنية للاغاني الأغنية الثورية باوبيرا الجزائر بوعلام بالسايح يوم الثامن والتسع نوفمبر كيف كان الجمهور وكيف تفعل الجمهور مع هاد الأغاني؟ كانت كما يقولوا صهرة رائعة ليس فقط الجمهور ولكن حضروها حتى سلطات من الدولة يعني حضرها الوزير الأول ووزير الثقافة وعيدة وزراء من الحكومة واللي هي كانت ليس فقط مناسبة للاغنية الثورية ولكن يعني اغتنموا الفرصة وكرموا وكان التكريم أعضاء فرقة التحرير الوطني صحيح أعضاء فرقة جبهة التحرير الوطني أو قدماء جبهة التحرير الوطني من الفنانين يعني جبخي سيز من الفنانين واللي فرحوا بزاف بهذا التكريم واللي احنا كذلك فرحنا يعني أن نطلقينا معهم الجيل هذا الجديد القديم والجيل الحالي كانت يعني لحظات بزاف بزافة رائعة وكان حفل ناجح بزاف واللي غنيت فيه أغنية سبع أيام كانت كذلك مبرمجة أغنية لورا سينوغ ولكن كان الوقت شوية ضيق فنقصونا شوية في الوقت فأديت كان وقع الخيار على أغنية سبع أيام نعم أكيد جميلة جدا بالتوفيق نادية غرفي شكرا ربما عندك كلمة حبيتي تقوليها كلمة نقول مثل ما قلت في الول شكرا على هذا الدعوة وتشرفت لي تلاقيت بكم كلمة للجمهور نقول لكم نحبكم بزاف يعني شوفي هو الجمهور هو ليصنع الفنان ولكن لازم الفنان يصنع الحب هذاك لازم يمد حاجة لهذاك الجمهور باش يكون له في دباك هذاك ألوغ نقول الجمهور كملوا الدعم يعني الفن نظيف والفن الهادف وباش ما نقعدوش نقولو أنه دول أخرى أو بولدان أخرى فيها فن نراقي وكذا لا لا حتى الجزائر فيها فن نراقي فقط يخصنا الدعم تاع الجمهور ونقول لكم شكرا لزاف وان شاء الله نتلقى في الجديد بحول الله شكرا لك نادية قرفي على كل هذا التفاصيل بتوفيق بحول الله شكرا لزيزتي واتمنى أن الجمهور راح يسمع أغنية سبع ايام بعد هذا الحوار مشاهدينا على كرام بحول الله